نروح للقاء مع المدرب البرتغالي رودولفو كوريا المدير الفني لفريق شباب الهلال السعودي ونشوف رؤيته لهذه المباراة ونرجع مرة تانية فشباب الهلال السعودي هذا هو نسبه جزيلاً على النهاية الأخرى كان من الموقفاً ومن المتحدث عند عاماً في العنوان بالدوري وقال ليسوا أرداء وشرائهم تضيجه في مرة 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 أخرى لأنه يتوقع أيضا ولكنه يتمكن لأنه من المعارضة سألت قلال فريزا مالك الذي معه صلى الله مرحبا من العامل مالك مثل فريزا مالك ولكنم ندي ليلال مادينا و shovelه اخرى 鄭 اختي في مباروناك اسم جدا جيدا امتواه جديد لتصنيئة في ميشتير وتعادلين امتواه كمينة احباً واقعاً وkelijk haremos اعاكم اترى اعمالك أتكلم عنه أنه مدرب مشهور في البرتغال هو بعض كبير في الكرة البرتغالية يعرفه كويس في نفس الوقت ليقول أنه هو يشتغل مع نادي الزمالك بشكل أكتر 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 ويدي الكرة في الزمالك ونتمنى برضو التوفيق للمدرب ده كان لقاءنا مع المزير الفني لفريق الشباب بنادي الهلال السعودي مستر رودلفو في وجود القائم بأعمال الترجمة الكابتن أحمد الشافع والآن العودة من جديد وون تايم سكور